أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح باب تقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في القرارات الصادرة عن لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب وذلك فيما يتعلق بجداول الناخبين وأعلنت الوزارة عن تدشين خدمة تقديم الطعون الانتخابية ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية حيث سيتم استقبال جميع الطعون ذات العلاقة بكافة المراحل الانتخابية عن طريق خدمة رفع دعوة قضائية المتاحة ضمن خدمات المحاكم كما لفت إلى أن الخدمة الإلكترونية المشار إليها متاحة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة على أن يتم تقديم الطعون الانتخابية وفقا للمدة التي حددها القانون وطبقا للقانون يحق لصاحب الشأن الطعن على القرارات الصادرة عن اللجان الإشرافية أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصى ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوة بحكم نهائي غير قابل للطعن ترجمة نانسي قنقر